وللمزيد من التفاصيل حول أهم ما دار في لقاءات رئيس مجلس النواب المستشار الدكتور حنفي جبالي مع الرئيس الكرواتي وكذلك ما تم خلال لقائه مع رئيسة المجلس الوطني الأذربيجاني تنضم إلينا مراسلة التلفزيون المصري سالي سالم تحياتي لكم ولمشاهدين الكرام نتابع مع حضراتكم من داخل أروقة مجلس النواب ما يتم في المجلس من زيارات هذه الزيارات التي بدأت بزيارة رئيس جمهورية كرواتيا زوران ميلانوفيتش إلى مجلس النواب خلال وجوده في مصر لمدة يومين هذه الزيارة هي الأولى من نوعها استقبله في المجلس مستشار حنفي جبالي رئيس مجلس النواب وتم الحديث عن العلاقات التاريخية بين مصر وكرواتيا والزخم الإيجابية الذي يحدث لهذه العلاقات على كافة المستويات والتي تعود وترجع إلى قبيل استقلال كرواتيا تم أيضا الحديث عن المواقف وإشادة من المستشار حنفي جبالي بالمواقف الكرواتية في كافة المحافل الدولية والتي تتناول القضايا المصرية الدعمة لما تقوم به مصر في هذا التوقيت أيضا تم الحديث على الصعيد البرلماني وتعزيز للعلاقات البرلمانية بين البلدين هذه العلاقات التي تتم من خلال تفعيل جمعية الصداقة البرلمانية المصرية الكرواتية وأهمية هذا الدور الذي يتم من خلال البرلمان فيما أكد رئيس جمهورية كرواتيا ميلانوفيتشا على ضرورة تعزيز هذه العلاقات والعلاقات التي جمعت بين مصر وكرواتيا والدورة الهام التي تقوم به مصر في هذا التوقيت تحديدا هذا ما يتعلق بالزيارة الأولى هناك أيضا زيارة تمت للمجلس من قبل رئيسة المجلس الوطني لأزري بجان سهايبة جفاروفا هذه الزيارة التي تتم خلال تواجدها في مصر على مدار أربعة أيام استقبلها أيضا المستشار حنفي جبالي وتم الحديث وتباحث حول العلاقات التي تجمع كلا البلدين وكلا الشعبين في إطار قوة تبادل العلاقات بين القيادتين السياسيتين وتم الحديث عن الدورة البرلمانية الهامة التي تقوم به مصر في تبني وجهات النظر والرؤى المختلفة حول القضايا التي تحدث في الشرق الأوسط وأثنت رئيسة المجلس على الدورة الذي يقوم به البرلمان المصري هذا أبرز ما يتعلق بالزيارات التي تمت لمجلس النواب في هذا اليوم والكلمة تعود إليكم مرة أخرى في الستوديو